في السلسلة التالية من الدروس سأحاول بقدر الإمكان شرح كفالة الإنقاذ المالية والأزمة المالية سأحاول شرح مفاهيم مختلفة بأكثر من طريقة وأعتقد أن المفاهيم ستتوافق جميعا مع بعضها بعد ذلك وتتمثل الفكرة العامة في وجود الكثير من المصطلحات المعقدة التي يتم تداولها لكن المفاهيم الرئيسية ليست معقدة جدا لذلك من الجيد البدء بمناقشة مفهوم بيان الموازنة العمومية ويمكن مشاهدة بعض الدروس التي قمت بتسجيلها سابقا والتي تتعلق بالمصطلحات المالية الأخرى في بيان الموازنة العمومية وستعطيك تلك الدروس فكرة أساسية مع ذلك من الجيد مراجعة تلك المفاهيم في هذا الدرس إن بيان الموازنة العمومية هو تلخيص لما يملكه الشخص وما يدين به والفرق بينهما ويعد هذا الفرق هو الثروة التي يمتلكها الشخص لإنشاء بيان موازنة عمومية فردي سأقوم بكتابة الأصول وهي كل ما يقدم منفعة مستقبلية لنفترض وجود بعض الأصول مبلغ النقدي بقيمة ألف دولار ومنزل قيمته مئة ألف دولار وسيارة قيمتها عشرة ألاف دولار وسأطلق على الأصول الأخرى اسم أخرى وتتضمن الأثاث وجهاز التلفاز وجميع الأدوات الأخرى وتبلغ قيمتها خمسة ألاف دولار إذن هذه هي الأصول ما هو المجموع الكلي للأصول؟ إنها تساوي مئة وستة عشر ألف دولار سيكون من الجيد لو كان هناك أصول فقط لكن هناك التزامات مالية أيضا ويعرف الالتزام المالي على أنه كل ما يجب دفع فائدة اقتصادية مستقبلية له لنفترض أن الالتزامات المالية تتضمن وجود قرد دراسي قيمته عشرين ألف دولار سأفترض أن هذا الشخص لا يملك المنزل كاملا بل يوجد رهن عقاري قيمته ثمانين ألف دولار أي أنه تم اقتراض مبلغ ثمانين ألف دولار من المصرف وسأفترض وجود دين لبطاقة الاعتمال لجعل الأمور تبدو أكثر واقعية بالنسبة لعدد من العائلات وتبلو قيمة الدين خمسة آلاف دولار على الرغم من أن هذه الأرقام تبدو أكبر مما هي عليه في الواقع لكن على أي حال لن أخوض في تفاصيل اجتماعية بل افترض تلك الأرقام لشرح مفهوم بيان الموازنة العمومية ما الذي تبقى؟ ما هو ناتج طرح قيمة الالتزامات المالية من قيمة الأصول؟ لنقم بحساب المجموع الكلي للالتزامات المالية إن المبلغ الذي أشير إليه يساوي الأصول وسأرمز لها بالرمز A ما هو المجموع الكلي للالتزامات المالية؟ ناتج جمع المبالغ عشرين ألف وثمانين ألف وخمسة آلاف يساوي مئة وخمسة آلاف دولار الفرق بين الأصول وبين الالتزامات المالية يساوي صافي القيمة عند تحويل الأصول إلى سيولة نقدية ببيعها جميعا ثم سداد الالتزامات المالية فما يتبقى هو صافي القيمة ويمكن التعبير عنه بمصطلح حقوق الملكية الذي يتم تداوله غالبا في سياق شراء المنزل وفي تلك الحالة فحقوق الملكية تساوي الأصل أي المنزل مطروحا منه الاتزامات المالية لكن ما أشرحه الآن هو بيان موازنة عمومية فردية وهذه ليست أرقام حقيقية على أي حال ما هو الناتج إنه يساوي حقوق الملكية وتساوي مبلغ 116 ألف دولار مطروحا منه مبلغ 105 ألف دولار ما هو الناتج؟ إنه يساوي 11 ألف دولار يجب التفكير في أمرين في هذه الحالة هناك أشخاص يمتلكون منزلا قيمته 100 ألف دولار أو مليون دولار ويعتقدون أن ثروتهم تساوي مليون دولار في هذه الحالة لا تساوي ثروتهم مليون دولار إلا إذا كانوا يمتلكون المنزل بالكامل ويمكنهم أيضا بيع المنزل مقابل مليون دولار فلا تساوي الثروة المبلغ الذي تم دفعه كسعر للمنزل بل هي السعر الذي يستعد السوق لدفعه مقابل المنزل إذن إن صافي القيمة الفعلي يساوي الأصول مطروحا منها الالتزامات المالية إذن في هذه الحالة يبلغ صافي القيمة 11 ألف دولار وليس 117 ألف دولار وهذا أمر آخر يجب التفكير فيه دائما ما تساوي الأصول الالتزامات المالية مضافا إليها حقوق الملكية وهذا بالاستناد إلى تعريف حقوق الملكية فحقوق الملكية تساوي الأصول مطروحا منها الالتزامات المالية إذا كنت تدرس الماجستير في إدارة الأعمال يتم كتابة ذلك على شكل المعادلة التالية الأصول تساوي الالتزامات المالية مضافا إليها حقوق الملكية تم استنتاج ذلك من التعريف وهو صحيح كيف يمكننا استخدام تلك المعلومات؟ كيف يمكننا الاستفادة من تلك المعلومات؟ يمكن التفكير في ذلك بطريقتين أولا ماذا يحدث عندما تكون قيمة الالتزامات المالية أكبر من الأصول؟ عندما يدين الشخص لطرف آخر بمبلغ يفوق ما يمتلكه سيكون الرقم الذي يمثل حقوق الملكية سالبا إذا كان الرقم سالبا فلا يوجد سبب يدعو للاستمرار في هذا الوضع إلا للحفاظ على درجة السجل الإتماني وعند عدم أخذ الدرجة بعين الاعتبار لا يوجد ما يدعو للاستمرار في هذه الحالة سأقوم بشرح الحالة التي تكون فيها الالتزامات المالية أكبر من الأصول لنفترض أن سعر المنزل يساوي 100 ألف دولار فقط لكن لسبب ما يدين مالك المنزل بمبلغ 120 ألف دولار للمصرف لنفترض أنه ربما تم شراء المنزل بمبلغ 120 ألف دولار دون دفع أربون دفعة أولية بعد ذلك تنخفض قيمة المنزل لتصبح 100 ألف دولار وبذلك لا يمكن لهذا الشخص سداد قرض الرهن العقاري حيث لا يوجد دافع للاستمرار في سداد ثمن المنزل ويضاف إلى ذلك أنه بالنظر إلى بيان الموازنة العمومية ما هي قيمة الالتزامات المالية الآن إنها تساوي 145 ألف دولار وبما أن حقوق الملكية تساوي الأصول مطروحا منها الالتزامات المالية فما هو ناتج المبلغ 116 ألف دولار مطروحا منه مبلغ 145 ألف دولار إنه يساوي المبلغ سالب 29 ألف دولار وهذه قيمة سيئة لحقوق الملكية إذن في هذه الحالة لا يوجد ما يدعو للاستمرار في سداد الأقصاط حيث لا يجب الاستمرار بهذا الوضع المالي لا يوجد ما يمنع اللجوء للحصول على حماية من الإفلاس وتعني الحماية من الإفلاس إعلان العجز عن السداد وهذا يعني استحالة سداد جميع الالتزامات المالية تقوم المحاكم بحماية المفلس ولا يستطيع المقرض مطاردته بل يتم إلغاء كل شيء أي إلغاء الأصول والالتزامات المالية يتم تقسيم الأصول والالتزامات بين الجهات التي يدين لها المفلس وهذا هو الإفلاس والملاء المالية أي العجز عن السداد أود التأكيد على مصطلح الملاء المالية لأننا سنتحرض له عند الحديث عن الأزمة الاتمانية وهو عكس السيولة المالية تعني الملاء المالية أنه لا داعي للاستمرار في هذا الوضع المالي لأن الشخص أصبح مفلسا وبالتالي يلجأ للحصول على حماية من الإفلاس في حين يختلف مفهوم نقص السيولة حيث تتضمن وجود حقوق ملكية موجبة وبالعودة للمثال الأصلي الذي قمت بطرحه كان الشخص يدين بمبلغ 80 ألف دولار كقرض للمنزل وبذلك كانت الالتزامات المالية تساوي 105 ألاف دولار فحسب وبالتالي هناك حقوق ملكية موجبة تبلغ قيمتها 11 ألف دولار لا يعد هذا ملاءة مالية بل سأقوم بشرح ما تعنيه السيولة بالنسبة لبيان الموازنة العمومية هذا لنفترض أن هذا الشخص بحاجة لدفع رسوم الدراسة لأحد أبنائه وتساوي 5000 دولار للعام التالي إذن يجب دفع مبلغ 5000 دولار كرسوم سأقوم في الواقع بطرح مثال أفضل لأنه عند التعامل مع الرسوم يجب أن يظهر ذلك ضمن الالتزامات المالية إذن سأفترض وجوب دفع مبلغ 5000 دولار كدفع للقرض الدراسي يعد هذا القرض غريبا لأنه يجب دفع المبلغ بشكل مفاجئ وقد يكون ذلك لأي غرض لكن سأفترض أن هذا المبلغ سيذهب لسداد إحدى الالتزامات المالية هذا بالنظر إلى حقوق الملكية التي تساوي الأصول مطروحا منها الالتزامات المالية يوجد مبلغ 11 ألف دولار وبالتالي يمتلك الشخص مبلغ 11 ألف دولار وعند تصفية جميع الأصول والالتزامات المالية يحصل الشخص على مبلغ 11 ألف دولار نقدا وبذلك يمكن تسديد مبلغ 5000 دولار وفي الحقيقة يمكن دفع مبلغ 5000 دولار خلال تلك العملية لكن في هذه الحالة سأفترض أن آخر موعد لسداد دفعة القرض الدراسي بعد يوم واحد يمتلك الشخص 1000 دولار نقدا وقد يوجد المبلغ في حسابه المصرفي لذلك لا يمكن سداد مبلغ 5000 دولار نقدا وبالنظر إلى الأصول يتم تحديد الأصل الذي يمكن بيعه خلال يوم لا يمكن القيام بذلك من نسبة للمنزل فمن المستحيل بيع المنزل خلال يوم واحد ربما يمكن إيجاد شخص يوافق على شرائه مقابل 50 ألف دولار خلال يوم لكن ذلك ليس مفيدا في هذه الحالة وبذلك تصبح قيمة حقوق الملكية سالبة مرة أخرى لا يمكن بيع السيارة كذلك أو ربما يمكن بيعها بسعر منخفض للغاية أي مقابل 4000 دولار للحصول على الدفع المطلوبة لكن لا يمكن إتمام ذلك أيضا وينطبق الأمر ذاته على الأثاث لأنه يجب الذهاب إلى شبكة الإنترنت كريجز لست وعرض صور للأثاث هناك وهذا غير ممكن في هذه الحالة إذن هذه هي حالة وجود أزمة سيولة يوجد نقص في السيولة لكن لا يعجز الشخص عن السداد في هذه الحالة يكون صافي القيمة موجبا بافتراض أن كل ما ورد في بيان الموازنة العمومية صحيح كيف يمكن تخطي أزمة سيولة كهذه؟ يجب في هذه الحالة الحصول على قرض قصير الأجل لأنه يتم منح قرض لسداد الدفع المطلوبة أو يمكن أن يكون القرض سريعا يتماشى مع الفترة الزمنية المتاحة لنفترض أن والد الشخص يوافق على إقراضه مبلغ 5000 دولار على أن يتم سداده خلال شهرين وخلال هذه الفترة على الشخص العثور على مصدر آخر للمال وقد يقوم ببيع سيارته وشراء سيارة أرخص أو بيع بعض من الأثاث إذن يعمل هذا القرض على منع حدوث أزمة سيولة ومن الجيد الحصول على القرض لأنه إذا كان ما ورد في بيان الموازنة العمومية صحيحا يستطيع الشخص السداد وفي المقابل سيكون من غير المناسب الحصول على القرض في حال كان المقرذ مفلسا لأن المقرذ لن يسترد نقوده في هذه الحالة لا يستطيع الشخص سداد ديونه الحالية وبذلك يتم منحه المزيد من القرض التي لا يمكن سدادها على أي حال لقد انتهى الوقت الخاص بالتسجيل إلى اللقاء في الدرس التالي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر